رئيس أردوغان وجه ضربة للمعارضة التركية بهذه الحشود القوية يتحدثون عن أن شعبية أردوغان تقل نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن التركي والارتفاع الكبير في معدلات التدخم لكن الشعب التركي يوجه صفعة قوية لهؤلاء بهذه الحشود وباستطلاعات الرأي التي أجريت من كل المراكز سواء التركية أو الأوروبية الكل مجمع على أن أردوغان بفضل المولى عز وجل هو المتصدر في استطلاعات الرأي وأنه صاحب الشعبية الكبيرة وأنه بإذن رحمن سيفوز في الانتخابات من الجولة الأولى مسؤولون في حكومة أردوغان يشيرون إلى أن الرئيس حتى الآن وفقاً لاستطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الأبحاث التابعة للحكومة التركية تشير إلى أن أردوغان ستتخطى نسبته الـ 51% في الانتخابات المقبلة أي أنه سيفوز من الجولة الأولى بإذن رحمن يكون هناك وعي كبير لدى الناخبين في تركيا طبعاً الناخبين في الخارج قاموا بالإدلاء بأصواتهم في ألمانيا وحدها هناك مليون ونصف المليون ناخب تركي أدلوا بأصواتهم في الأيام الماضية رئيس أردوغان متقدم هناك له شعبية كبيرة لدرجة أن السلطات الألمانية ونحن نعلم بأن هناك حالة من الغيرة من الغيزة لدى بعض من الدول الأوروبية تجاه أردوغان بسبب القوة الكبيرة لتركيا في اللحظات الرهنة مع أردوغان كانوا قد قاموا بإغلاق خمس مراكز اقتراع داخل ألمانيا طبعاً نظراً لهذا العدد الكبير من المواطنين والمقيمين الأتراك في ألمانيا فلديهم مراكز انتخابية كثيرة لكن كمن الواضح حالة من الفرحة والسعادة لهؤلاء الأتراك المقيمين في ألمانيا وهم يدلون بأصواتهم كي يدعموا أردوغان